السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وبعد يعلمنا رمضان في مدرسته الطيبة الزكية أن المؤمنين إخوة وبهذه الجملة نطق القرآن ونطق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم نتعلم من هذا الشهر الطيب حين يأمرنا ديننا أن نحسن إلى الفقراء والمساكين من أقربائنا ومن غير أقربائنا من أفراد المجتمع من حولنا أو كما يعلمنا ديننا أننا ينبغي أن نهتم وأن ننشغل بأحوال المسلمين في كل مكان يعلمنا أن المسلم أخو المسلم وأن المؤمن أخو المؤمن وعلى هذا المنهج الطيب عاش نبينا صلى الله عليه وسلم فهو آخى في مكة بين الأطياف المتنوعة وبين الأشتات المبعثرة كنت ترى في مكة من قريش ومن غير قريش من أشرافها ومن عبيدها طرى من اليمن ومن المدينة ومن مكة ومن الشام ومن البحرين ومن كل البلاد حتى هؤلاء وإن كانوا عربا فإن المجتمع المكي جمع من كل البلاد جمع من الحبشة مثلا بلالا ومن الروم صهيبا رضي الله عن الجميع ومن بلاد فارس سلمان رضي الله عنه جمع كل هؤلاء فصهرهم في بوتقة الحب والإيمان بالله رب العالمين فكانوا لا يفرق بينهم نسب ولا يفرق بينهم عصبية ولا تفرق بينهم مذهبية بغيضة ما أحوجنا في هذا الشهر الطيب إلى أن نلتمس هذا المعنى وأن نتعلم أن ديننا دين الأخوة وأن ديننا دين السماحة حتى لما انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا زال على منهجه آخوا بين الأوس والخزرج بعد حروب طويلة دامت بينهم وآخوا بين المهاجرين والأنصار حتى نقلت لنا كتب التاريخ وكتب السيرة صورة لا يكاد العقل يصدقها لكنها تصدق لأنها وردت عن أصحاب الصادق الأمين نقلت الكتب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عن صحابة النبي أجمعين آخ نبينا صلى الله عليه وسلم بينهم كان سعد من الأنصار وكان عبد الرحمن رضي الله عن الجميع من المهاجرين فقال سعد وانظروا إلى هذه النفس الطيبة وإلى هذه الأخوة العالية قال سعد لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أنا من أكثر الناس أموالا فعندي مال كثير سأقسمه بيني وبينك نصفين يا عبد الرحمن ولي زوجتان فانظر أيهما أعجبتك طلقتها فإذا حلت تزوجتها قال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك ولكن دلني على السوق فانقلب عبد الرحمن رضي الله عنه إلى السوق ما رجع منه إلا ومعه فضل من أقط وسمن وفي هذه الواقعة يلفط نظرنا التاريخ الذي سجل هذا الكلام الرائق الراقي إلى أننا ينبغي أن نعمل لا ينبغي أن نسأل الناس حاجاتهم ولا أموالهم إنما اصرف همتك إلى أن تثبت ذاتك حتى وإن كنت في أحلك الظروف نعم اعمل فإن الله عز وجل ربط بين الإيمان والعمل انظروا هذه الرابطة الطيبة بين المسلمين المهاجرين الفقراء الذين تركوا ما خلفهم من ديار وأموال وأراض وغير ذلك وبين هؤلاء الأنصار الذين هم في بلادهم هم آمنون هم لا يحتجون إلى أن يتبرعوا لكن الأخوة فعلت وترجمت ما سمعناه وما قلناه الآن الأخوة يا عباد الله ليست كلاما يقال الأخوة حين نترجمها في رمضان في شكل الصلة وشكل العطاء وشكل الزيارات وشكل صلة الرحم لابد أن تكون هكذا دائما لا ينبغي أن تقف عند حد الكلام النظرية أبدا إنما ديننا دين تطبيق ودين سلوك ودين عمل لذلك ينبغي مباشرة أن تقول إنني أحب أخي في الله نعم لا ينبغي أن تحمل في قلبك له بغضا ولا كرها ولا خبثا ولا تخابثا ولا تدبيرا ولا شيئا سيئا الحب في الله والسعي في قضاء مصالح العباد والحرص على أن يصل الخير إلى العباد وصلة العباد والسؤال عن الفقراء والمساكين من عباد الله رب العالمين هذا هو مفهوم وترجمة الأخوة الإيمانية نسأل الله عز وجل أن يؤاخي بيننا كما آخى نبينا بين الأوس والخزرج وكما آخى بين المهاجرين والأنصار اللهم أصلح قلوبنا وتقبل منا صيامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته